على ذكر سلبة الغزاء أكثر من مرة كلمتي في حتة الغزاء السليم هو إيه الغزاء السليم إمتى أقول إن أنا بأكل بشكل صحي وسليم إن أنا أمنع السكريات طبعا أنا عن نفسي منعتها ناس كتير تقولك لا أنا محتاجة سكر عشان طاقة في اليوم السكر بيدي طاقة وقتية لكن زي المشروبات الطاقة والإكثار في الكافيين كنت أنا قبل كده لو عندي تصوير ست سبع حلقات في اليوم تلاقييني خمسة قهوة ده بيدمر الطاقة لا هي مرة واحدة ده في ناس فاهمة إن القهوة بددي طاقة لا 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 عندي مشوار وحسوق مسافة طويلة لو حنام على روحي لا أضرب لي قهوة دب لا بيوصل لحاجة اسمها كافيين توكسيستي سمية الكافيين بيعمل ضربات قلب وبيعمل ضغط مرتفع بيعمل ديس أدفانتش كتير جدا فلازم نعرف معدل الكافيين اللي بناخده في اليوم ده مهم جدا الأكل الصحي يعني بروتين بروتينات سواء مثلا نباتية وحيوانية نباتية وحيوانية لكن لو أنا عايزة حديد يمكن كمان مهمة قوي أقول إن نقص الطاقة لو أنا عندي فقر دم نسبة الحديد لازم نعمل لها مونيتر مرة كل ست شهور نسبة الحديد والفريتين مخزون الحديد طيب أكل إيه؟ طاقة يعني حديد وبروتين أكل إيه في حديد الهيموجلوبين بتاع الكبدة يمكن الحديد بيبقى مصدره أعلى في اللحمة والكبدة فنأكل ده وكمان الحلوة في المكامل الغذاء إن فيه فيتامين سي وزنك بيساعد جدا على امتصاص الحديد ويمنع من فقر الدم فقر الدم يعني دوخة يعني عدم تركيز يعني شعري عايز حديد وبروتين يعني شعري بيقع يعني ما عنديش طاقة إطلاقا فليزم أخد بالي من الحديد كويس قوي وداخل ألب مولتي فيد في عندي فيتامين سي وفي عندي الزنك اللي اتنين بيساعدوا على امتصاص الحديد الزنك مهم جدا للمعدة وعلى طول بقول معاديتي سليمة أمعاقي سليمة أنا زي الفل طيب الميا فين بقى في اللي حلم نتكلم فيها الميا دي أساس كل حاجة الميا أساس كل حاجة حية وكل خلايان حية شعري عايز ميا جلدي عايز ميا قلبي عايز ميا عضلاتي عايز ميا على الأقل نشرب اتنين لتر أقل حاجة اتنين لتر في اليوم عشان ما يحصلش جفاف الجفاف بيعمل عدم طاقة الجفاف بيخلي مفيش فيتامينات ومعادن مفيش ميا فخلاص احنا بنموت طيب هل الميا كمان الدكتورة دينا لإفراط فيها غير مستحبة هو والذي أمان معانا لا هي ما حدش بيشرب أكتر من اتنين لتر ترتة لتر في اليوم يعني يعني هي دي المعدة المتوسط وكمان الميا بتساعد على تنظيم الدورة الدموية وتنظيم البلوت فلو في الجسم فالميا مهمة جدا الاكل الصحي كمان لو عايزة طاقة المقصرات فيها طاقة كويسة المقصرات مليانة مغنيسيا الموز مهم للطاقة بتلاقي كمان الشباب اللي بيروحوا يعملوا رياضة في الجيم لازم يأكلوا مزايا المزايا فيها مغنيسيا وفيها أملحمة عدنية مهمة جدا للطاقة عندي كمان الأوميجا اللي موجود في الأسماك أنا مع الدهون الصحية جدا مش مع لاو فات دايت بتسمع ايه هعمل دايت لاو فات والكاربلس والكاربلس لا أنا لاو فات دايت دا أنا لا أحبزه أبدا لأن جسمي محتاج دهون صحية على الفكرة دهون مهمة جدا لسلامة الدماغ وسلامة العقل والأعصاب والقلب والكبد كل الحاجات دي محتاجة دهون فأنا عندي كمان الأسماك ناكل مثلا سالمون ناكل سردين السمك نفسه صحي جدا لو هتكلم على قصة كمان التركيز يا كريم لأن كنت قلتلي طاقة وتركيز التركيز مرتبط بالطاقة يمكن كنا نسمع الجدود ما هم اللي بقوا ينسوا دخلوا في ألزهايمر لا أنا بشوف بشوف عيال صغيرة بتنسى